السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم سنقدم لكم درس الوردة كيف تصيب الوردة من البداية حتى النهاية فهذه الوردة انا رسمتها بهذا الشكل هنا الغصم هذا العروش ديالها هنا كذلك اللي بغي يصيبها مثلا بحل هاد الاشكال نوضع دجوش الوردات نتمنى ان هذا الشكل ينال اعجاب ديالكم فانا غد نوريكم طريقة عمل هاد الوردة اول حاجة نحتاج له هي نرسم الوردة انا هنه رسمتها لكم فوق الورقة يعني مش بالكم مزيان هنا هاد اللون هاد هاد الاحمر هاد هو اللون المعاكس لللون ديت الجلابة فانتوما هنه وقفوا الفيديو ولتاقطوا صورة لهاد الشكل هاد لان اهم حاجة في هاد الخدمة ديالوردة وهو الرسم خذكم ترسموها مزيان قدما رسمتوها مزيان قدما غدا تجيكم زوينة فهنه غد نحتاج لهاد الشبكة هاده وطبع الحال غنديروها في المرمى المرمى ديال الطرز هاد الشبكة هاده كل واحد كيفاش تسميها المهم غد ننتمشيول عند يعني الشخص اللي تيبيع لوازم الخياطة هتقولولي عطاوني الشبكة اللي تيسايبوا تيديرو فيها الطرز ديالحساب هاد الشبكة هاده تيخدمو بها الطرز الحساب كنظن باللي كل شي تيعرفها فاحنا هنا ما غاديش خدمو بها طرز الحساب بغا نخدمو بها الوردة وباش الناس يعني المبتدئات خصوصا المبتدئات رسالة موجهة لهم ما تفقدوش الامالي لأول مره مصدقاتش لكم حيث حتى انا اول مره مصدقاتش ليا هاده هو اكبر دليل هاده اول وردة صيبتها يعني ما بينش على حالة وردة نهائيا صيبت كذلك واحدة اخرى حتى هي مصدقاتش هاده ولكن شوية هاده يعني بديت انتحسن نهاية الغلاط فين كين هاده شي لاش انا بغيت نوريكم باللي انا رحت انا غلط يعني اي واحد قدار يغلط هاده هاد العرش هاده بهذا الشكل فما تفقدوش الامال اول مره لما صدقاتش ليكم وعارفو انا الخاطاء ماشي في الخدمة ونفس الخدمة غادي نطبقوها في اي وردة كيف ما بغت تكون المشكل فين كين كين في الرسم إلا ما عرفتوش كيف ترسمو الوردة ما غادش صدق لكم مزيان إلا رسمتوها يعني بهذا الشكل كيف ما كتشوفو فالنتيجة غادة تكون عندكم هي هاد الوردة هاده هاد العرش هاده الصغار اللي درتم انا هنا في الجنب من الافضل المبتادئات بلما يديروهم لانها في التركاب ديالها كتجي صعيبة بزيخ باش انا كتبقيت خدمي هنا وتعودت رجعت خدمي هاد الاماكن هاده قد ضيقة هنا كتجي صارحة صعيبة شوية احت هاده اللي بغيتم تديروهم مش بلاش يعني مش مشي مشكيل ركزو غير على هاد الوردة هاده هي اللي مهمة فهد الشكل هاده وركزو على الالوان يعني الالوان حتى هما مهمين بزيف فهنا اول حاجة غادي نديروها هذا اول شكل اللي رسمت هنا ما تيبانش لكم مزيان ولكن مع الخدمة غادي يبدأ يبان لكم بشكل افضل فهنا اول حاجة غا نديروه بدأوا مثلا من هنا بتعبوا معايه هنا مزيان اول حاجة غا نديروه هي الدفايرة هاد الدفايرة ستكون يعني تكون صغيرة لان احنا هنا نخدمين غير بخيط على جوج شعرات كما كتشوف هاد الخيط غير على جوج هاد ورده هادي كتبغي تخدم بالخيط على جوج ما يمكنش تخدموه يعني بالخيط على ثلاثة او شي حاجموه اما انا تنفضل ان يخدم بخيط على جوج فهنا ها هو الخيط في هاد الاتجاه نرجع نضرب وسط هاد هاد الدفايرة الوسط ديالها هاد شكل هنبش غادي ندور انا مع هاد الخدمة هاد فغنطلع هاد الابرة من الوسط من الوسط الخيط هاد شكل وغنستمر حتى ندور على هاد الحاشية ديال الشكل اللي انا رسمت هاد ورده اللي رسمت حتى ندور لها على الحاشية ديالها كاملة سنشتو هنه يا الخيط بهاد شكل او الخيط بهاد شكل نرجعو الوسط الوسط ديال تفايرة نطلعو الابرة فهنا انا غادي نستمر يعني هاد الدفايرة انا سبق لي وضعتها في عدة فيديوهات سهلة خذكم غير تبعو علاق الشكل اللي انتو مرسمتو تبعو عليه مزيان نتابو هنا مزيان هاد اللون هاد اللي خدمته هو العكس دياللون جلابه يعني مثلا اذا كانت جلابه مثلا في هاد اللون هاد اللون اللي تتخدمو به هنا هو العكس لون جلابه مثلا جلابه زرقه وغا تخدموها بالبيض فهذا البيض وهذا يعني فهذا هو الابيض والجلابه اصلا زرقه لانه هاد الورده مهم بزاف تناسق الالوان وتبعو على هاد الرسمه هنه متسبانش يعني بشكل واضح ولكن فاش ترسموها وحاولوا ترسمو بشكل يعني يكون مزيان فهنا انا غنظر هنظر على هاد وردة كاملة بنفس هاد طريقة ونرجع نوريكم كيفاش غنكملوها فهنا انا درت بهد يعني بهد غرزة سلسلة او هاد دفايرة فدرنا بهد الخط هاده اللي في الراس هنا ستعمل هاد اللون هاد الازرق هاده هاد الازرق هاده هاد اختيار دي الالوان يعني اختيار عشوائي ولكن مهم اي لون استعملتوه هاد الزرق بالنسبة لكم هو لون جلابة اي جلابة كيفما بغي يكون لون دياله هاد الزرق هو لون جلابة وهاد اللون هاد الاسفر هاده او الباج هو اللون ديال المعاكس لها فهنا قد نتابوه معايا مزيان انا مدمعتها لان من هاد النقطة هادي فهنا هاد الزرق هاد كيفما قد لكم الاحسن انه مكونوا يعني صغار واضحين فاول حاجة انتبتو الخيط هاد الخيط مبروم على جوج كيفما قد لكم هاد وردة كاملة كتخدم بالخيط على جوج يعني لو بغاتش وحدة تستعمل الخيط على ثلاثة فتعرف انه ما غاد جيهاش متقونه فهنا نكمل هاد دورة هاد كي ما قد لكم هنانتو ما تبعوا غير على الرسمة اللي راسمين تبعوا عليها كاملة المهم هو الالوان هاد الالوان هادو عارفوا كيفاش تستعملوهم يعني هاد شي ولي مهم هاد شي لاش نكن وريكم هنا غير طرق ديال يعني استعمال الالوان فهنا انا غدي نكمل هاد دورة كاملة اللي عندي هاد دخلانية ونرجع نوريكم هاد الوسط اشنا هم الالوان اللي غنستعملولي هنا من بعد ما درت مع هاد الدورة كاملة يعني هاد الرسم اللي انا رسمت هنرجع وغنبدأ من هاد هاد نخدم هاد الوسطاني اللي عندي هاد الشكل اللي عندي هنا فنبدأ ومثلا من هنا هنضور هنا الخيط نرجع هاد النقطة هاد النقطة يعني نفس نفس طريقة نفس اسلوب غنرجع نخدموه بي هاد هاد يعني الشكل اللي احنا رسمناه فانا هنا غنضور انا عارفة باللي هاد الرسم ما تيبانش اشي علش انا غدي نخدم هنا هاد النقطة نكمل بنفس الطريقة غادي بالليكم اذيك الساعة واضح نتابوه هنا معايا مزيان هاد اللون هاد كما قلت لكم هاد ازرق هاد هو اللون دي الجلابة يعني اللون دي الجلابة كيفما بغى يكون هاد الخط هاد اللي انا متبع عليه بالزرق هو اللي غادي نتخدموه هاد اصفر هاده هو اللون المعاكس احنا هاده باش نغانديروه هنخدموه ما بين هاد الزرق وهاد السفر هنخدموه باللون الازرق يعني اللون دي الجلابة وغايبقال هاد الحاشية هادية لغا تعطي الوردة هادك التمييز يعني فاش غا تبان من جند انها مختلفة فدبه هنا اول حاجة غانديروها وهي انحاولو انتبتو الخيط فهنا بداو منين ما بغيتو كما قلت لكم انا هاد الخيط مبروم على جوج انا سنفضل ان انا نخدمها بالخيط مبروم على جوج فغانشد هنط هاد هاد الدفايرة اللي عندنا فغانجيوا لهاد البلاسر فنهزو هاده لان احنا دبه هنا ما نبقوش نخدموه على الشبكة انوليو نخدموه على هادك الدفايرة هي اللي غنخدموه عليها ونغنتعامروا معها بشكل فهنا الخيط ها هو هاد الاتجاه نرجعو لهاد هاد الخط اللي رابط ما بين دفايرة السفرة ودفايرة الزرقة فهنا قضعت غريزة صغيرة ونرجع فينا نضرب خيط في هاد الاتجاه هنرجع نضرب في هاد هاد فايرة اللي بلول ازرق وغن هنا هاد شكل هادا هنرجع ها هو الخيط معايا في هاد الاتجاه هنرجع لهاد الغريزة اللي انا كونت هي اللي غادي نخدمها هالغريزة اللي كونت هنا هي اللي غادي نخدمها هنا غا تخدموه بحل لك تخدموه يعني راندة عادية غريزة احدا الاخرى علشان قدت لكم تخدموه بالخيط على جوج باش تجيكم يعني جواد حق وبينه انا هاد ورده در صغيرة وانتوما يعني كل وحده در ورده على حساب الحجم اللي هي بغيت فهنا نجيوا لهاد يعني هاد الراس هناللي بالاصفر وغنديروه هنا هاد نشدوه يعني انا هندبخ دائما تندير غرزة في الواسط وتنشد الخيط من هنا ومن هنا فنرجع الخيط ونرجع نضرب كذلك في هاد الغرزة اللي عندي هنا في الواسط بهاد الشكل هي مليكة تكون صغيرة يعني شوية تجي صعيبة ولكن لدرتو ورده يعني من الافضل ديرو ورده تكون كبر من هاد الحجم هادا انا هاد الحجم درتو غير باش نوري لكم يعني شكل كيفاش غيكون دوروا الخيط هنا قنرجع لهاد الغرزة اللي انا وضعت هنا الغرز رمشي دائما غتبقوا غادين خدامين بغرزة وحده اجيكم واحد بلاسة كبيرة شوية غتديرو لها جوجة الغرزة تقدرو تديرو حتى ثلاثة غتبقوا غادين الغرزة عينكم ميزانكم يعين تم تبعو الشكل مثلا انا هنه عندي هاد بلاسة هاد مضيقة الغرزة يعني هنه عندي هاد بلاسة هاد مضيقة بزيف هنا انا انا ندير هاد الغرزة وفي نقطة الالتقاء هنا انا نديرو هاد الغرزة هادي انا رجعو نضربو هنا في الدفايرة راس دي الدفايرة الدفايرة غتلقوا عندها يعني جانب من هنه وجاء جانب من هاد ايتيجا ومن هاد ايتيجا هنه غنخدموه فيهم هنه بجوج انا هنه غنخدم هنه ومن بعد غنعمر كذلك هادي فنقطة